لا تزال أصداء الانقلاب العسكري في النيجرة تلقي بظلالها على عواصم غربية وأفريقية فيما توالت ردود الفعل الغربي على مستويات عدة حيث دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى المغادرة المؤقتة للموظفين الحكومين غير الأساسين وأفراد أسرهم من العاصم اليمي محذرة من السفر إلى النيجر وقالت إن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لعمليات خطف وهجمات محتملة كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن سفارتها في نيامي ستخفض مؤقتا عدد العاملين فيها وأكدت أن البلاد ستشهد احتجاجات وعمال عنف قد تغير الأوضاع دون سابق إنذار من جهتها طالبت فرنسا من قوات الأمن اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي خصوصا تلك التامعة لفرنسا وذلك خلال التظاهرات المقررة اليوم وفي تطور جديد أعلن قائد المجموعة العسكرية التي استونت على السلطة في نيامي الجنرال عبد الرحمن تياني رفضه لكل العقوبات التي فرضتها دول غرب أفريقيا المجاورة للنيجر مؤكدا عدم خنوعه لأي تهديد جاء ذلك في خطاب متلفز عشية ذكر استقلال بلاده وفي الوقت نفسه طلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم إنه تحدث مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأكد له التزام بلاده باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطيا وبالتزامن مع المستجدات قال البنك الدولي إنه أوقف صرف الأموال لجميع عملياته في النيجر حتى إشعار آخر مؤكدا أن شراكته مع القطع الخاص ستستمر بحذر ومضيفا في الوقت نفسه أنه سيراقب الوضع عن كثب في هذه البلاد ترجمة نانسي قنقر